أنا الرائع الذي في صحراء تونس أول شيء كنت ٢١ من الصحراء الكبرى ما يمكننا فرق صحرا كفرية سعيد من الصحراء الكبرى من الفريقية يمكن أي أفرق سحراء كينت طب ٢٠ قليل ما علينا في تونس نحن لا نكرف في التونس مثلا كـونس بقعا إلى أن الزايد لدينا صغير نذهب كمعاً لحدّل توادي وفرق القليل بمشكل من ذنوب بالسرفيس اللي احنا دي سبيسياليست فيه معنات احنا بلاد تختص برشة في التوريزم عرفنا اللي اللي عنا كنز في تونس وعننا فانتور في تونس وقت ايش كان وقت الكوفيد وقت اللي تحصرنا في وصل البلاد بدينا نلوجو على الموايان اللي بش نتفره دو فين في تونس كانت عنا الموايان اللي وش نوى توريزم بالنوير 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 يعني بالنوير يعني سياحة شاطئية حمامات سوسة حمامات سوسة جربة زرزيس مهدية البرتية السحلية ديما هكيكة وعننا 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 رشرت الشمال الغربي قات عنا فشتاش نوع عن عن السياحة صحراوية ولا غابة توسكي ايكولوجي كل حكيات ديما حتى برجولي بروغرام الصحراء ديما هو انفانت كونت نفسه معنات متاع جر تمشي تابط التوزر تمشي كل المتحف ديك متاع العادة شك واقع انت جمال وتتعادى تعمل شوية كواد ستار وورز صحي اما ما تفهم مش كل هابطات البيهين في وسط التاوين وفي وسط وزر روحاتها معاش سيلكتيف برشة الحاجة وليت تفهم الباكة ديك كيل عادة ديما يتعاود اما الحاجة اللي عشنا معاك وقتها مهيش نورمال فمتها بالرسمي اول مرة في حياتي شنية عندي 27 سنية عايش في تونس و 27 سنية مولود في تونس يعني اول مرة نعيش اكسبرينس متاع صحراء هكاكة اول مرة نقود 4 ايام غير ريزو واول مرة نتمتع واول مرة نحس تقوم ثمانية متاع صباح يجي كل نوم العشرة متاع الليل نجم تسار نجم تسار اما ديما مش رقود ستة سواع يكونوا يسر بيهين وهو ينضيف على الاخر انا نشجع على الناس تعمل اكسبرينس هذه كما جبانس ما تسهيل خاطر في تونس ازادة امي متنجمش ذهره يوجع متنجم شد روحة ثمانية سوية عفت رجل ذاك صحيح كيف نجم ان تسهلوها لكي الناس اخرين كبار يعيشوا تجربة هذه هي من احسن التجربة لواحد نجم يعيشهم بالحق اكسبرينس امين قوية برشة عندك الف حق وهذه الفيزيون بتاع الناس الكل في التريب الصحراء هي بدأت كيفاش بدأت يعملوا في دي سيركوي كلاسيك نسميهم اللي تمشي تعمل الليلة ولا يتين توز اردوز ما تعطي حاجات الكلاسيك هذي تحكم فيها البيجي متع المواطن التونس اي انسان يعني عندك بيجي معين تتحكم فيه الصحراء لداخل الصحراء اللي هما اوف روض اللي ايش نوع سبور ميكانيك ولا باش تمشي تعمل توسكي كامبينك او بيفوك يعني تمشي كما مشينا في الاحويضات نهزوا ماتريالنا وممكن نعملوا كامل وحد وتوى تخلق كونسيبت جديد باش يوفر للناس التراجيم بتاع ثمانية سوية وتعب الاحويضات وكل شيء تعملوا دي كامبان موجودين في اقرب بلاسة فيها يعني مان با تروازر دورود دوزر دمي توصل لكامبان هاذا ووفروا الكنسيبت متاع الصحراء كامبينك موضوع تعيش التجربة من غير مهمة في الاحويضات تعيش التجربة في اللوكس و اقرب يعني يوفروا لك كل شيء بدأت تخرج النصيان متاعك تخرج ميلي سيركوي كلاسيك يعني تعمل توزر دوز وتراوح وكار مشكلة بالنسبة لي حتى في وسط الباك العادي متاع متاع دوز توزر دراوح المشكلة بالنسبة لي انو حما حاجات مزينتش بالنسبة لي عنا حاجات نش مدخلنا برشة فلوس في تونس والمواطن التونسي ما في بلوش انو عنا شفت هذيك الوين تصور ستار وورز يعني عالم رو ستار وورز راو من اكثر الفلام اللي يدخل فلوس في العالم كيفيش مقعدوش فما فهم حتى انترتيان ينجم يكون ميزي راو ينجم يكون ميزي ووتيل وينجم يكون وكيفيش انت تصور من اقوى الفلام في تونس ما عملتش منو غيشة قوية فهمت الفاظه؟ ما عنا الحاجة اللي قلقتني انو مزيدا فهميش انترتيان تا حاجة فهمت عندي صحابي توريس تجيو مرة ويبدو من الوروب ولا من امريكا ولي هو عمل هكا جي مزروب تشوف ستار وزيخي عمل هكا شف قال كان جيت نفس الحاجة ذاي موجودة قال في بلدي راي عنده انترتيان مش نرمار راو فهمه ديما كوسبلايرز هكا اللي بسين يا جميعا نحب نقول هذي انو كان تتعمل انترتيان الفازة ذايكا متاع ستار وورز وتكبر وتقعد فارد ديكور وفارد فازة وتزينا وتردها مثلا فيها ويفي وكجوة ذاك وتخلي ناس دبيت وكل شي راي الدخل بارشة فلوس لتونس والسحرة تونسية والتوريزم التونسي في اي وقت في العام تنجم حتى في وسط السيف والسحرة سخونة عالاخر ويجيو كميم خاطر يحبوا يعيشوا هذيكا خاطر في ستار وورز كمكواس يبدوا يبسيني هذيكا في وسط السخانة يعيشوا يحبوا يعيشوا تفهم على دي توريز يحبوا يعيشوا هذي يجيك تحت خمسين درجة نرمال بانصور هو جاء على حاجاتك هو جاء على بشي يهبل بشي يهبل بشي يموت سخانة يحب يعيشوا شوفت السكتور البارتي اللي نحكي والات هو بارتي الصحراء الدومان الوحيد اللي مازال فيرش يعني اي توريزم افانسينا فيه الناس الكل بالقداب 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 يعني صارت فهمة بقاد كان الصحراء شدينا في ستار وورز وما عملنا فيها حتى شي ما زينناش وما قدمناش بها تحفظت تحفظت سبون تمشي مرة واثنين وثلاثة بدأت الناس تعرف حتى طريق ستار وورز تعرف كل شيء ما عادش فهم حاجة جديدة سبون لازم نخلقوا من نفس البرودوز ينزينوه ينخلقوا فيه دي اكتيفيته جدد يا حاجات جدد نبدلوا شوية كل اللي موجودين وبداوا توريزوا مقبلنا كل شيء شدوا في الديتايم بتاع كتريب صحراء تمشي بالجمل تمشي بالكاتفوكات بدأت تفهمك شوية نوفوتي بدأت الناس تابع في الكوم بدأت الناس تحب توصل الليماج متاع الصحراء اللي يراوا فما كنز ما كومش قاعدين تشوفوا فيه معنا بدأت تتحرك حاليا بعد اسيرتو بعد الكوفيد بدأت بالرسمي الناس تعرفوا شمعنا تقيمة الصحر اسيرتو اهم حاجة اللي بدأوا يمشيوا البلاسة البلاسة الوحيدة اللي في العالم تمشي معند كونتاكت بحتى شيء في البلاد بعيد على التليفود بعيد على الريزو سوسيو بعيد على كل شيء يعني ماشي ولي أول مرة باش تقود مع روحك باش تتمتع باللونتوراج باش تعيش مع الناس اللي انتي معها هكا بالموجود ما فما حتى كونتاكت البر هذي أقوى بوان موجودة في الصحراء أصعب حاجة في في الصحراء هي الترخيص كالكسوا باش نخطمو في كامتما فيكس انك باش تعمل كامتما غادي اول حاجة باش يتكلف بارشة سافا كوتي بالكدار مش كسسيون بان يجبك تعمل اللي باش يقدو بارشة سنين خاطر انتي باش تخدم سيموان و سيموان صيف الصيف في الصحراء متجمش تخدم لازم ماتريال متاعك اما باش يكون بتفاصل انك تنحيه وترجع كل دو بيت سيزان وهكا باش تكلف عليك بارشة وإلا باش تخليش وإذا باش تعمل سير بلاس باش تعمل حاجة باش تغاليا بارش والدولة تحطلك شوية تصعبك شوية بانصور كما تعرف تونس في الحكاية هذي شوية صعيبة في السياسة الورقية انا عندي مثلا اصحابي باش ندخلوا طولة الصحراء لحويضات لازم مش نوع عندهم عندهم ناس باش تدخل بيهم انات زون روج لازم ديكلاراسيون في الحرس لازم في وزارة السياحة نعديهم معناتها المتاع الناس الكل ويعملوا عليهم الريشيرش وتعطي البلانينج متاعك كل اللي لو بيش تقعد فيها مبلاصة لازم يكون عندنا لازم فهما مشكلة في الحكاية هذي ما يعطيك رخصة إلا ما يكون عندك باري ساتيليت ولكن باري ساتيليت ممنوعة من الحرس نعطيك مشكلة احنا عنا في السينما مثلا متنجم تعمل فيلم لما تكون عندك مثلا كارت بروفيسيوني اها متنجم تكون عندك كارت بروفيسيوني لما تعمل ثلاث افلي والله نفس المشكلة الى يومنا هذا تكون مشكلة كبيرة في السويد على الحكاية هذي كيف كيف فازت الدرون الدرون ممنوع بار كونتر اها اكثر حاجة تنجم تصور به وتوصل به ليماجهم بتاع الصحرة بالضبط كيف سوال للتوينسة ولا كيف سوال لزورقين كيفش الثقافة هذي للصحرة يجيتك معتا برسمي انتي معتا انتي من دوز هكا انا اصلي من دوز معتا كلكم تربيته عالحاجة هذي خاطر برسم القيم اللي عندك والتقاليد والمبيد اللي خارجين من عندك حاجة خارجة من الاطار هذيك من الاطار دوز كهو ولا من الجنوب كله ولا فسر اللي ما هو شوفي ما الناس كلتا يقولوا اهل الجنوب بك اهل كرم ووهل الاخير اما الباهي في كل بلاس مش كسيون جنوب ولا حال ما جزت اللي انا مفسره حسب تفسيري انا ايه يفسر لي اذا حال اما فما فرق بين انه انسان يعيش في انطراج بتاع مدينة معناتها مدينة كبيرة تحس ما هوش نفس الطبعة متاع انسان يعيش في في ريف ولا انسان يعيش في في انطراج دافي شوية فهمتني ايه اوطماتيك معنات اوطماتيك مو في بشتعلم شوية حتى في المعاملة حتى في طبعك صحيتي من غير ما تشعر مش انتي تحبك ايه اما هذيك او بليجي عليك بش تكونك كيه انا بالنسبة لي هالنجم نقول قيمتي الحاجة اللي اللي تصدق روحك ايه تمن باللي انت قادر بشتعمل اي حاجة ما فاماشو بستاكل ما فاماش حاجة تنجم توقفك مادام انتي تحب اين هو انا ساحيط اوان ساحيط اوان اصلاع العائلة اهم حاجة بالاسماليين تربينا كيك ان نكونوا مع بعضنا ان نبروموتيو الفكرة اللي بداها مثلا بابا ولا امي ولا الفكرة اللي يعني اخوي عنده فكرة ننمن به بالفكرة متعوبة لننجم نعاونه نكمله بعضنا خطمانيش نفس الطبعة هو عنده ده پوان فور في حاجة انا عندي ده پوان فور في حاجة نجم ونكملوا بعضنا وفوق من ذلك دي ما عندك اللي هم مظلة كما نقول من فوق يدير يجيوه فيك يحسوك بشتخر شوية كمطريق حتى بنصيحها بكلمة بأي حاجة خليك دي ما تنشي على سر لا نعوك مرة من حاجة مثلاً مرة جيت بتعمل بروجيت وبجي بشي يفشل يا أخي تعمل هاكا وامك تقولك اسم يرى وبشي يفشل وكل شيء يا أخي أنتي الانت رجعت وبرسمي طلعت عند الحاقة في اللون اللي نعانت كي تحس روح كبديت نمن بافكاري ونقدم ونحب نعمل برشة حاجات في اللون نحسوا مكالي مش يبالي عطل فيها ولا لا ما تعمل شكاكة أعمل هاكا خير إننا نقول لا وانا نمن بافكاري وانا جو سوي كابابل وانا نعمل وانا نعرف أول ما تخرج للدنيا وانا نعرف خير أول ما تخرج للدنيا أما بعد ذلك تشوف اللي بالعكس يعني نقول لك السوتيان بتاع العائلة ولا كي عندهم إحساس كي ما حساسات خليوها حساسة سادسة يعني كي ينصحك بحاجة رك خوضها ما 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 تسايباش ما تحسباش عناد ولا يعطل فيك خطلوه يسرتوبو كلومك ما يعطلكش انتو كابرو شرفتنا والله يا نفو زينا كي سلسوا ما عمبو زينا كي سلسوا هاي فايف بالحق ما حليك مش هرمال أنا عذاك عايش حابت نجيبك حتنتي من أكثر الناس اللي أنسبيراتني وعجبتلي الإلهام في حياتي ومالحبابيك ومحليك ولا حتنتي يا إخوي بلا مش نورما عيش خلينا نقصوا الكاميرا ونلو نشكروا بعضنا في القرأة شكرا